اشتركوا في القناة تحت أمطار الخير والرحمة على المدينة وعلى جهة سوسماسا كاملة وحتى المغرب كامل محتاجينها والحمد لله والله يعطيها لنا على قد نفع لكن هاد الحالة اللي عليها الشاطئ لانها تصبح صبحت الدنيا كتنقة والناس يقول لك شوفوا الحمد لله الشاطئ اتنقة وبيخير كل شي فرحان لا ماشي بيخير هادك الحالة كيتحمل المسؤولية ديالها السيد والي جهة سوسماسا كيتحمل المسؤولية ديالها السيد المدير ديال الحوض المائي كيتحمل المسؤولية ديالها السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة اقادير عزيز اخ النوش ووليداته كيتحمل المسؤولية ديالها عدد من رؤساء الجماعات القاروية ب اقليم اقادير يدو تانان عرفتوا علاش لان فصل الخريف بعد فصل الصيف كما كيصالي فصل الربيع كان بدو كان نقياه هاتشين مو معترف بيه ومعروف في تسيير ديال الشأن العام كان بدو نقياه مجاري الويديان من الأزبال كان نقياهم كان نقياه للمجاري ديال الويديان القاروية ولا الحضاري يعني اللي داخلين في المدن كل شي كيتنقها كل شي كان نقياه في فصل ابتداءا من فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف باش مني كتنجي شتاو كيبقى وغيدو كل الأغصان ديال الأشجار ولا شي حجار ولا شي حاجي لكنت اما ما كيلوحش نزبلو كيلووت شاطئ هدا واحد الجانب ناس ما كتديرش خدمتها ناس ما مسوقين شانا كنقولها ونعودها والله هما مسوقين تانيا هاد الأزبال كلها وهاد شي جابو العمال ديال النظافة كتعرفو العمال ديال النظافة تابعي الجماعة ديال الأقادير المجلس الجماعي ديال الأقادير كيترأسه عزيز أخ النوش اللي هو رئيس الحكومة يعني عنده السلطة باش يصاوب لهم الوضعية ديالهم عزيز أخ النوش اللي هو أغنى رجل في المغرب تاني أقوى رجل في المغرب من بعد جلالة المالك لأنه عنده الفلوس كتير سياسيا هو رئيس الحكومة هو رئيس الجهات تولد المنتخبون في المغرب ديال الحزب دياله عنده المجالس الإقليبية القاراوية وكل شي دياله المغرب كامل دياله يدير فيه ما بغى هادك شعلاش عرفتوا هاد العمال اللي كي ضربوا بيهم الكرفي اللي خدمي بيهم العبودية هاد الناس هادو خدامين ها نحنا نزلو غادي تشوفوا كيفاش خدامين الظروف يخدمين فيها ما عندهمش هاد العمال ما عندهمش لاسيورنس ما عندهمش لاروتريت ما عندهمش لاميوتويل ما عندهمش لأدوات العمل ما عندهم متحاجة ونزيدكم الف وثمانمية درهم اللي كيتخلصو وكيتخلصوها اسباس حتى باش تمشي لبانكا ما تمشيش النهار شي واحد كيتغيب وللنهار شي واحد كيموت ولكاترالي شي حاجة ما كيعقلوش عليه ذلك النهار كيتحييدلي من الخلصة تصور مرض في العمال ديانه وكيتحييد من الخلصة صيرت بالراسك صيرت وكيتضامنوا بناتهم ومساكن هادوك العمال باش يجمعوا ليها ربعات ريال باش يتعالجوا هذا واحد الجانب الجانب الاخر كيجيبوا التراكس وكيكرطوا فوق الرملاء فالوقت للمكينة سدوز وتجمع الزبل اللي كين تحت الرملاء هذا اللول ثانيا الميتو النشرة الجوية كتقول بأن الأمطار لا تأتينا هذه العشرة أيام اللي جاية اليوم اللي ما كينش المطار في أقادير خاص مختبر البيدوزو كيجي دير تحاليل المياه لأن عنا وادسوس لح الخنز الأمراض في البحر لأن الويديان ما عفلنش نجابوا قاعدك الأمراض السورينغ الجاج كوش تخربا كيجي دير لزاناليز وكيقولوا الناس عافكم ما تعموش حتى يخرجوا التحاليل عندك تعمو لا سياح لمغاربة أجانب ولا مغربة ما تعموش في الشواطئ ديال إقليمة قادير حتى نديروا التحاليل لما كيخرجوا التحاليل نتائج ديالها كنديروها عالنيتاً إنه يؤدي خبرنا المواطنين رائع للمواطنين رائع للاقينا ما تعموش في الشواطئ ولم نديروش لزاناليز السطحية راح البيتدوزو عارفين ما نقول وبالنسبة للسلطات لا نعرفين لأن كي ديروا واحد لزاناليز باش كي غمقوا للناس ما تعمقوا للبحت هاته كله ما غاده شيء يدعي غدا اليوم كي العجاج غدا الناس غاد يخرجوا عومه و هلو كي البردكي الناس كيدروا الرياضة دياله هم هدا غاد يخرجوا عومه وكي اللي غاد يمرضوا هاد السنوات احتيش ما بغناش ندره قاطيعة مع مامسوقينش تلك شيء اللي كان نقديم و بأنه بنادم عنده كرامة رمشي بهيم عنده كرامة بنادم صحة دياله عندها منكي مرض عندها تمن اقتصادي واجتماعي على الدولة نوعيوهم باش اودي ما تعملش في الحر ما تقربش لهادي ما تبشيش لهادي لا لا ما مسوقينش هادو هادوها ما كينيش في هذا العالم غادي نزل وغنجيب واحد ضويرة في الشاطئ وغتشوفوا ظروف العمل ديال هاد العمال ديال انعاش فاشخ الدامين وانا كما قلت لكم راه كان نقو غير سطحيا ولكن ما كان نقوش الرملة من الاسبال تلووت الكبير راه ولي عنا في الشاطئ الداخل كتعرفوك انا واحد الجمعية زوينة ديال الغوص مره مره كي ديرو واحد اليومين وكي جمعوه ما عشرة ولا خمستاش ولا عشرين واحد كي غدسو واش عفتوش كي يجب دو انا بنوات انا اذا كشي غل كبير اما الشواطئ اللي لاحت الزاج اللي لاحو اللي لاحو الاسورانك اللي لاحو الامراض وليلاحو شي مصائب راه في البحر عنا دك شي كامل زع ما تسحب المسؤوني مسوقين شي حاجة ما مسوقينش احنا نقينا البحر ولكن ذاك الخنز كله وذاك المصائب كلها راه تلحت الداخل وهذا الشي اللي تلحت الداخل عنده تأثير على التروة السماكية ديالنا وعلى التروة البحرية ديالنا هنا تحاليب وذاك شي كل شي كي تقاس زع ما هذه المسؤوني ما مسوق مش لا الوالي لا اخ النوش لا الحوض المائي لا بتشي واحد ما سوقف هاد شي تي مو كيفش بغيتوا تزيدوا به هاد البلاد القدام يلا هنجيبوا واحد دواره شوفوا معايا هاد الكاميو هالبنوات هادو دبا اللي بقوا فوق الشاطئ اللي جابهم اللي جابوهم الويديان شوفوا الانواع ديال اسبال ارانا شنو تلاح في البحر الداخل اللي كاين دابة في البحر بغيت نسجل لكم الدراء يخدامين لكن رغبوني اه خايفين تصوروا كيرا بحر 1800 ما عندو مش اثنى من الحقوق ولا العمل في ظروف مقادة ورغبوني قال لك راح يلمشي نتابلنا ولا شي حاجة راي يجريو علينا من العمل هادك 1800 درهم كاللي معيش باع عائلة الريح هذا النهار هادا ما عاطينهمش اللي قات ما عاطينهمش باش يخدمو ولا نتادر علي هاد العجاج عطوه هاد العجاج فا اقادير هاد النهار تا حاجة والله يدير شي تاوي للخير غير باش يقولوا راح ننقينا الشاطي اولادي كهدرك خاوي اذي شكرا للمشاهدة ارجو قدر من قبل احمق ادف拿ح احمق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اظنETH اهلا transmitted